أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب كانوا حاضرين في هذا التكريم النائب علاء عابد والنائبة مارجر التعازر النائب نافع هيكل النائب أحمد سميع النائب مجد ملاك النائب محمد المصري النائب علي عبدالونيس النائب شادية خضير النائب رياض عبدالسطار عدد كبير من النواب كانوا حاضرين في التكريم واللجنة كرامة الأستاذ محمد أبو العنين علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس أكد على التاريخ البرلماني للنائب محمد أبو العنين على مدار سنوات ماضية وقال أن هذا التاريخ بيعرفه الجميع وقال أنه نموذج فريد في التفاني وأداء المهام بكل أمانة ووطنية من أجل المواطن المصري وأبناء دائرته أكد أيضا أن من خرجوا بكسافة لدعم النائب أبو العنين في الانتخابات هم من طالبوا بيئة ترشح مرة أخرى وجه الشكر على عابد لي قيادات حزب مستقبل وطن في محافظة الجيزة وعلى الجهود اللي قاموا بيها في العملية الانتخابية ونواب المحافظة وأكد أن الجميع حرص على المشاركة في تكريم النائب محمد أبو العنين الرجل الوطني الذي استطاع أن يواصل عمله بكل أمانة وصدقة من أجل مصر وأكد أيضا جاء ذلك خلال أيضا حضور نائب رياض عبدالسطار أعضل مجلس النواب أكد أن الانتخابات التكملية في دائرة الجيزة التي فاز بها النائب أبو العنين كانت نموزاجا للمرشح الذي يريده أهالي الدائرة وخرجوا من أجله بكل كسافة ورفضوا كل الأعمال المخالفة التي تمت من البعض من أكدت النائب شادي خضير أن ما قام به أبو العنين طوال سنوات ماضية من جهود مخلصة وصدقة في الدائرة هي ما دفعت الأهالي الخروج من أجله ودعمه في الانتخابات ومن ثم كانت الانتخابات نموزاجا جيدا من خلال هذه الجهود أشارت أيضا إلى ما يقدمه النائب أبو العنين في الدائرة ولمواطنين آخرين وخارج الدائرة واللي كان له صورة إيجابية وهو ما حصده في هذه الانتخابات بخروج الألاف من مواطني الجيزة لانتخابه وتأييده النائب أحمد سميح أكد على موقف أهالي الجيزة من نائب محمد أبو العنين ودعم النائب أبو العنين وقال أنه ده بيأتي في إطار تقدير لهذا الرجل ودور هذا الرجل وما يقدمه أيضا لأهالي الجيزة وما يقدمه أيضا للوطن في الداخل والخارج وأسنع على جهود أبو العنين ودعمه للدولة المصرية في كافة المحافل الدولية طوال السنوات الماضية وأيضا ما يقدمه من خدمات والتغلب على المشكلات لأبناء الدائرة وتقديم الحلول على أرض الواقع النائب أبو العنين النهاردة كمان محمد أبو العنين النهاردة كان ليه أيضا بيان وأكد فيه البيان واللي تكلم فيه النهاردة قال وذكر فيه وأنه من عظيم الفخر وجميل الأمر أن أقف بينكم اليوم واحدا من نواب الشعب في برلمان استثنائي أسهم في استعادة مصر هيبتها وحفظ لمصر هويتها ورد إلى القانون وقارو وفي إطار تشريعي دستوري حكيم مهد السبيل نحو العمل الجاد والتنمية الحقيقية فكان بحق خير معين للقيادة السياسية في تحقيق الاستقرار ورخاء وخير حافظ المقدرات تلك الأرض الطيبة وخير رقيب على مواردها ده أول بيان بيلقيه النائب محمد أبو العنين النهاردة لو عندنا الصور كمان لحظة الكلام وقال البيان يوزف جايسالي برضو تكون موجودة معنا اتكلم النائب أبو العنين فيه البيان النهاردة انه حينما وقف اتكلم ليس وجودنا هنا اليوم من قبيل الصدفة فقد حملنا إلى البرلمان موقفا شجاعا لن ينساه التاريخ ولن يسقط من زاكرة مصر حينما وقف أحد أبطالها الأوفياء تحت لوائها منادين تحيا مصر فجمع بها شتات وهانت لأجلها التضحيات فقال جملته الخالدة محدش يقدر يغلب شعب فتحية شكر وإجلال وتقدير لزعيم مصر وقيدها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ الوطن وزرع الأمل واكتسب سقة الشعب واحترام العالم ويسابق الزمن لتغيير الحاضر وبناء مستقبل مشرب قال أبو العنين أيضا في بيانه اليوم إن التاريخ سيقف كثيرا عند إنجازكم بيتكلم على السادة النواب وكم يزينكم فخرا أن تنظروا إلى هذه الصحائف التي تتحدث عما حققتم من إنجازات قياسية فيما يتعلق بالدور التشريع والرقابي تحت مظلة الدستور الذي يحفظ لدولة المصرية هيبتها ويمنح للمواطن حقه دون إفراط أو تفريط قال إنني أتوجه هنا بالشكر إلى عالم جليل عالم جليل قادة دفة العمل البرلماني باقتدار لم يهادن على مصلحة المواطن وكان بحق سندا للوطن إن حاز إلى ديمقراطية الحوار لم يصاد الرأي ولم يحجب رؤية جعل من قاعة المجلس ساحة رحبة للحوار البناء الذي يبتغي مصلحة مصر ورفاهية شعبها فشكرا جزيلا لأستاذ الدكتور علي عبد العالي رئيس مجلس النواب والتحية واجبة للدور الوطني لرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال الذين ما تأخروا يوما عن الوطن وحفظه وحمايته بأمانة وإخلاص اتكلم نائب أبو العنين النهاردة عن اهتمامات المجلس في كل مجالات الحياة في مصر وعبرت عن فهم السادة النواب العميق لمسئولياتهم وطموحات بلدهم فقد أقر البرلمان بيتكلم على أرقام مهمة تتعلق بمجلس النواب وليأقر مجلس النواب في خلال هذه المرحلة فقد أقر البرلمان أكبر عدل من تشريعات بواقع 729 مشروعا بقانون و341 قرارا بقانون واستخدمت على مدار أدوار النقاد السابقة أكثر من 6000 أداية رقابية وهو ما يكشف حجم ما أنجزتم وجميل ما صنعتم إن مجلس النواب الحالي هكذا قال النائب محمد أبولين في البيان اليوم تصدى لملفات شائكة بتعديلات تشريعية غير مسبوقة أبرزها تعديل قانون الخدمة المدنية وقانون بناء وترميم الكنائس وقانون التأمين الصحي الشامل وأسهمت تشريعاته في تأسيس نظام استثماري مستحدث ينهض بالاقتصاد المصري ويدفع مقدراته من خلال النهوض بالصناعة وتعديلات قوانين استثمار بما يجذب ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية قال أبو العنين إنني فخور بأن أعود اليوم تحت قبة تحت هذه القبة بعدما أمضيت سنوات هنا عملت فيها لصالح الشعب ونداء الشعب وكلمة الوطن وأعود هنا بينكم بنداء الشعب وكلمتي عسى الله أن يجعلنا لكم عونا في مهواءات وأن ينفع بنا وبكم أرض مصر الطيبة وشعبها الوفي ولهمنا ولهمكم التوفيق والسداد النائب محمد محمد أبو العنين عضو مجلس النواب في أول بين له اليوم أمام مجلس النواب نهاردة السيد محمود توفيق وزير